صباح الخير مشاهدينا صباح يوم جديد ويوم جميل على حضراتكم برحب بيكم في حلقة جديدة من صباح مي اسمحولي الأول رحب بزميلي أندرو صباح الخير يا أندرو صباح الفل يا ستينة وصباح الفل على حضراتكم وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صباح مي حلقة يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 إن شاء الله أنا ويوستينة هنكون مع حضراتكم من دلوقتي والمدة ساعتين على الهواء مباشرة زي ما حضراتكم تعودين مننا دايما إحنا حلقتنا بتكون مقسمة لتلات فقرات الفقرة الأولى هي الفقرة الإخبارية اللي بنقول فيها أهم وآخر الأخبار في الصحف المصرية والعالمية فقرة تانية هتكون فقرة الصحافة اللي هيكون معانا فيها دفن الأستاذ محمد شفعي كاتب الصحفي هتكون مع الزميلي أندرو كمان عندنا قراءة للمقال الأسبوع لنيافة الحبر الجليل أنبا إرمية الأسكف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرتودوكسي ومقال جديد بعنوان مصر هي دائما مصر أما بقى فقرتنا التالتة والأخيرة فلسه احتفلتنا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة لسه مستمرة حرب اللي الجيش المصري أثبت فيها أنه قادر وأنه قدام العالم كله يقدر ينتصر ورجاله دائما رجال أقوياء يقدروا ينتصروا رغم التحديات ورغم يعني قلة الموارد في هذا التوقيد إلا أن الجيش المصري قدر أنه يحقق المعجزة وينتصر على جيش قوي زي الجيش الإسرائيلي هيكون في عدية الفقرة اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهوي مستشار كلية الأركان وعدم المجلس المصري للشؤون الخارجية وأحد أبطال حرب أكتوبر مع زميلتي يوستينا هنا في الستوديو عشان يحكي الكواليس الخاصة بحرب أكتوبر بس قبل كل ده مشاهدينا الكرام اسمحولنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نبتدي أول فقرة في حلقتنا خليكم معنا